شكرا للمشاهدة 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 نضيف العسل نضيف العسل سنا نضيف العسل نضيف العسل لتنشفية المريقة وتتعلك مزيد دوزات سوف أقوم بتستلي وتعلك المريقة و تقاتدت واحد الساعة و واحد آخر ولكن على المهل لتنجرة و تحرق لنا اللحم سوّلتوني في فيديو اللي سابق واش دخلتي للحم الفران لا خليتو غيف طنجرة معري وجب حالة حمرناه في الفران وهالطبق دينا موجود راشتوش حال سهل وجد ضغية ضغية وبسرعة غزال والبنام نقولش ليكم وحتى كما كان قول ديال الضيافة والنهار الكبير سفي هنا يا كيشتوغا نقدمو لحيمات دينا وللطبق دينا هنا اختاريت نقدمو في هالطيفور هذا ديروه في التبصيد للكوم ديال الطاوس لحاسب شنو بغيتو انتوما وعلى حسب المناسبة اللي عندكم منتوما كل واحد اختار ذاك الشي اللي بغى بدوقو كما كان قول ديما أدواق تختارف ولا تناقش المهم هو الحيمة تجي كنفتية كما كان قولو كي الزبدة تجي بديها وتبعك وتجي المرقى مالكة وبنينا شوفوا بالنسبة للحلاوة فاش كنديرو ذاك الحسل راما كتكونش ديك الطيبة الحلاوة بزاف كتير النورة كتجي زوينة فيها وهذه المروزية حي تروري نديرو فيها ذاك العسل طب نقدمها نحط اللحم ونحط عليها ذاك الزبيب هنا لعظم شوفوا بقوة اللحم مطاب مزيان لعظم تحيد ولكن غرضو بلاستو باش يبانوا ذاك الرجيلات وما ذاك ومزيان يشتو ذاك ذاك اللعظم فاش كيتسبوها كي يجو حمرين عارفو را طبقة ديال المروزية جاكم زوين ومضغمر على حقه وطريقه نديرو المريقة ديالو مزيان مزيان المهم نقول لكم واحد الحاجة واحد سؤال كي يجيني ديما ناديا إلا درنا هالطبق في الضيافة شنو ممكن رافقه معا كينا بزف ما يترافق معا كينا الجاج هكا يكون ضغمار بالطيبة ديال زيتون دمسلالة ولا يجي الجاج في الفران معمر مهم غير واحد الحاجة فاش نديرو بحال دابال حاجة على طيبة الحلاوة نديرو واحدة اخرى على طيبة الملوحة نقدروا نديرو كيما درت أنا في الضيافة حوتة معمراء والحوتة عادية وتقدروا تديرو معاها فقط غير صفاء إلا بغيت وتعمى غير طابق واحد وهذا ركافي ووافي وبنين وكي يجي كيحمق مهم هكا قدمناه وده بغدي نزيدلو لبيض ديال سمان ونزيدو اللوز كيما كان عارفو المروزية كتبغي اللوز يكون مقلي ومقرمش كي يجيزوين معاها بزاف بزاف حاجة اخرى طيبة البرقوق جوجد النوع ديال البرقوق البرقوق لكحل عادي والبرقوق صفر تهو طويل أول مرة تلقاه هنا يا عجبني بزاف وتمدقوا بزاف طيبتهم تهو معسلتهم بحالة بغيت نديروهم في الطاجين ديال للحم بالبرقوق وقدمتهم في زليفات كيما كانت تشوفوا باش نديروهم في الجنيبات مع الطبق ديالنا وهذا هو الطبق كيما كشفنا وكيما داز الفيديو ونتمنىكم تجربوا هالطبق هذا وتبرتجي ومحببكم وصحبكم تفرجوا في الفيديو خليوا النار الكبير اللو بيتود ديرو بيتود تجربوا لوليداتكم بطريفات ديال المليجات ولا اي حاجة جربوا وانا متأكدة غادي يعجبكم وخليت لكم راحة الله فيديو قادم ان شاء الله متنساوش اللي لايكوليكم وانتغذيلكم زويني كيما العادة وكنبغيكم بزا بزا فو مبروك واشاركم مرة اخرى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة